دعا مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل وفعال لوقف عدواني الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتمكين التواقم الطبية من تقديم خدماتها دون عواقق وقال المسؤول الفلسطيني أن الهلال الأحمر الفلسطيني يوصل عمله لتقديم خدماته الإسعافية والصحية والإغاثية وبرامج الدعم النفسي في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد موضحا أن العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة أصفر عن استداف شامل لجميع مرافق الحياة بما في ذلك المنشآت البلدية والمرافق الصحية بالإضافة إلى تدمير كبير في الأحياء السكنية